لكن هنا مسألة أخرى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار النظام في هذه اللحظة يفكر في طريق واحد أن ندير قائمة أشخاص وكينات إرهابية إفريقية وهذه الاتحاد الإفريقي قدمها للأمم المتحدة الأمم المتحدة ستأخذها بالعين الاعتبار لما تجيها من هيئة دورية مثل الاتحاد الإفريقي وبذلك نستطيع التضييق على الجزائريين الموجودين في الخارج الذين عجز النظام إسكاتهم بطرق مختلفة اللي حولوها سواء بالترغيب أو الترهيب ولكن هما نسوا جانب آخر ماذا لو غد دول تدرج البوليزاريو في قائمة الإرهاب؟ كيف رح يكون؟ يعني أنت الجزائر تسعى أنها تقول الاتحاد الإفريقي أنه نستعمل قائمة وكل دولة تكون عندها أشخاص ولا كيانات تطلبهم لازم تدخلوهم في هذه القائمة وتقدم أي جاك المغرب غدوة أدرجة لجناح العسكري أو البوليزاريو في قائمة الإرهاب جاكك عوناته طبعا دول إفريقية زيد دول كبرى مثل أمريكا وإسبانيا وحلفاء من الدول الكبرى داروه في قائمة الإرهاب هايا كيفاش غدوة يتقدم المغرب اللي معاها الدول الإفريقية اللي تأيدوا قدموها إلى الاتحاد الإفريقي طبعا الجزائر تستحدث هذه الآلية أنه أي دولة لما استحدثوا هذه القائمة وصير كيف تشترح الدير القائمة كل دولة اللي عندها الأشخاص والكينات اللي تطلبهم تقدمهم وتكون قائمة باسم الاتحاد الإفريقي جاك المغرب قدم لك البوليزاريو تقولوا لا البوليزاريو راهي عضو لا يقدم لك الجناح العسكري الجناح العسكري للبوليزاريو في قائمة الإرهاب عنده ارتباطات يجيب بعض الأشخاص هناك أشخاص من البوليزاريو ثبت عليهم الانتماء إلى تنظيم القاعدة وداعش أمر آخر أنه تقوم بعمليات تستهدف مدنيين أو تستهدف مناطق مدنية في الأراضي المغربية فتديرها في قائمة الإرهاب هنا الجزائر راهي تحفر بنفسها والنفسها فخ كبير وتضع يعني عنق البوليزاريو على المقصر يعني أنت كدولة ألا يكفيك فقط أنه قائمة الكينات والإرهاب هذه درتها أنت يعني دولة جزائرية لما قادرتش درت قائمة ما قادرتش تفوت اسم واحد للأمم المتحدة ولا غيره هذه دولة ولا بطيق والآن حبة تختفي وراء الاتحاد الإفريقي باش تمرر أسماء أنت على الجزائريين لتطردهم وهذا منطق غبي هؤلاء الناس عندهم مواقف سياسية هذه تعالج معاهم سياسياً ولا تعالج أمنياً ولكن النظام البائس الذي يفكر بمنطقة الكازارنات هو الذي سيوصل الأمور إلى هذا الحد يا جنيرالات الجزائر راكم تحفروا في قبوركم في قصوركم وعلى مرء العالم يعني أنت حابين تستحدث قائمة الأفريقية يعني كأن المغرب يعضوا في الاتحاد الأفريقي وعنده حلفاء لا يحصون ولا يعدم حتى بل أن المغرب ما يجاوز لك الحكاية هذه وأنه يحب غدوة يدخلها للأمم المتحدة يدخلها وعنده حلفاء كبار ومؤثرين ويكفي الولايات المتحدة الأمريكية إذن منطق النظام العسكري الجزائري في إدارة الصراعات هذه منطق غبي أنت تقول لي في فترات سابقة في منتصف التسعينات قالوا بقايا الإرهاب بعد قضينا على الإرهاب وهو يقول قضينا على الإرهاب في الجزائر وتجربة الجزائر رائدة وما عندناش إرهاب وفي نفس الوقت عندك قائمة الكينات والأشخاص الإرهابيين يعني لماذا ما كنت شدير بأن هذه حركات محظورة أنت رك ضد رشاد وضد الماك والماك راهي حركة انفصالية طالب بانفصال تراب جزائري وهذا أمر نرفضه أنا شخصيا أرفض هذا الأمر والمساس بالوحدة الترابية الجزائرية والمساس بأي وحدة ترابية لأي بلد عربي ومسلم مش حلال عليك حرام على الآخرين ولكن المسألة وما فيها أنك بهذه الطريقة يعني بدل أنك تسميها حركة محظورة ولينتمي إلى حركة محظورة يعاقب بقوانين معينة تتعلق بالانتماء إلى حركات وتنظيمات أو جماعات محظورة تكون عليه غرامة مالية يكون شيء من هذا القبيل ولكن هذا ديره قانون على كل حال وانت حر فيها رغم أنه أنا ضد هذه الأمور كلها أنه التعامل مع هذه الأمور يتعامل بمنطق عقلاني وسياسة معينة تجعل هذه الأفكار وحدها تنتهي وتموت معالجتها ومناقشتها إعلاميا الفكرة التي إن تم مناقشتها على مرأة الناس تموت أما الفكرة التي تحذر تبدأ تنمو وتصنع أفكار وبعد ذلك تتحول إلى غول يمكن أن تهدد أمن البلاد وأمن العباد هذه الأمور كيفاش فبدل أنه تدير حركات محظورة أشخاص مثلا أي واحد ينتمي إلى حركة محظورة هو شخص مطلوب لدى القضاء لكن أنت تدير كيانات إرهابية وأنه عمال إرهابية والحرائق إرهابية وكذا وكذا معنى هالجزائر تجربتها في مكافحة الإرهاب ما هيش تجربة رائدة كما يدعي تبون هنا وادعى من قبل سعيد شنغريح يعني ما هي هكذا ليس هكذا أنت بهذه الطريقة تقول بأن الجزائر ما زالت فيها الإرهاب والآن تريد أن عارك هذا تنشره إفريقين وتحاول توصله إلى الأمم المتحدة كل هذا يدل على ضعف النظام وهششته أولا لا يستطيع التأثير أنك بلد عندك تقول عندي تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وادير قائمة فيها كيانات وأشخاص لا يعتد بها وانهي المصدقية تيعقو قيمة الدولة حتى وإن قلتم بأن هذا الوثيقة تم اعتمادها أو تم اعتمادها كمقترحات موجودة وتنشر في موقع الأمم المتحدة ومجلس الأمن طرح هل هذه يأخذ بها بعدين أو لا المسألة تتعلق بالجانب الإفريقي وغدوة لكل حادث حديث إذن إخواني الكرام تبون بهذه المراسلة يريد فقط استهداف الحراك الشعبي تحت قبة الاتحاد الإفريقي ولا يدري بأن هذا الأمر سيفتح أبواب الجحيم على البوليزاريو مستقبلا والأيام القادمة ستكشف الكثير وما زلت أؤكد بأن مشروع إدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب يسير على قدم وساق والمسألة قضية وقت وعامل الزمن لوحده سيكون الفيصل بيني وبينكم واذكروا كلام جيدا ترجمة نانسي قنع